دعني أنتقل إلى مكان الحدث يعني زميل خالد خيري كنا قد بدأنا معك الحوار حول هذه الخطوة الأمريكية نعم هيبة يعني في الواقع كما ذكرت لك الولايات المتحدة تشعر أنه ليس من مصلحتها مواجهة إيران منفردة ولذلك لجأت إلى تكوين هذه المجموعة التي ستشارك فيها بالطبع دول عربية ودول أوروبية حسب ما علمنا من مصادر فيها الخارجية الأمريكية من أجل حجد هذه القوة في مواجهة إيران تعلمين أن العقوبات على إيران تدخل فيها دول أوروبية ودول شرق أوسطية وبالتالي لابد أن تنخرج هذه الدول في معلومات كافية بشأن ما هو المسموح وما هو غير مسموح والولايات المتحدة انتبهت إلى هذه المشكلة خاصة فيما يتعلق به العقوبات التي كانت من المفترض أن تفرض على شركات أوروبية تتعامل بالفعل مع إيران ومن هنا الولايات المتحدة أصبحت حريصة أكثر على التنصيق الدولي الإقليمي الأوروبي بشأن هذه العقوبات حتى لا تحدث مشكلات بين الولايات المتحدة وبين دول أوروبية وإقليمية من جهة أخرى وأيضا الولايات المتحدة الآن تريد أن توجد بالفعل الإقليمي وليس في مواجهة ثنائية الولايات المتحدة إيران منذ أن جاء مايك بومبيو إلى الخارجية الأمريكية ومواجهة إيران في صدر أولويات الخارجية الأمريكية وعلى رأس أولويات الملف الأمن القومي الأمريكي بومبيو وترامب وجون بولتون يؤكدون أن مواجهة ترامب هي حتمية ولا بد من على إيران أن تمتثل للقرارات الأمريكية وإلا فالعقوبات جاهزة ليس فقط العقوبات ولكن التنصيق الدولي والإقليمي أيضا هذه هي خطة واشنطن الجديدة أن تدرج معها المحيط الإقليمي والدولي أيضا في مواجهة إيران شكرا جزيلا لك خالد خير مراسل الغد كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك